تقترب العملية العسكرية الخاصة التي وصفتها روسيا بحماية مصالحها الأمنية في أوكرانيا من إتمام عامها الأول على وقع احتمالية مواجهة روسيا غربية شاملة عقب وصول المواقف التفاوضية لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف لطرق مسدودة فالتفاول الروسي الحذر وحسم معركة دونباس وتكريسها أمر واقع سياسي من خلال هدنة تثبت خطوط تماث جديدة يقابل حبس أنفاس عالمية مع إعلان الدول الداعمة لكييف نيتها إرسال مركبات مدرعة ثقيلة وأنظمة صاروخية جديدة قادرة على ضرب العمق الروسي وهذا التطور قد ينقل الصراع إلى مستوى جديد وخطير بحسب الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري باسكوف المسؤول الروسي استحضر فكرات المواجهة الشاملة بين موسكو والغرب وذكريات الحرب العالمية الثانية التي قد تصبح نووية هذه المرة وهو ملوح إليه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفادف بأن القوى النووية لا تهزم في النزاعات الكبرى التي يتوقف عليها مصيرها وهو أكده أيضا باسكوف معتبرا أن تصريحة مدفادف تنطلق من جوهر العقيدة النووية الروسية كما اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تواجه حربا كونية جديدة وأن ما حدث في أوكرانيا فهو نتيجة تخطيط واشنطن وحلفائها على مدى سنوات طويلة لشن حرب كونية هاجينة على روسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر أيضا أن الغرب دائما استهدف روسيا مقارنا الوضع العالي الحالي بالحرب الوطنية عام 1812 عندما وضع نابوليون بونابارت تحت سيطرته لمواجهة روسيا قوات أوروبا وتكرر الموقف ذاته في الحرب العالمية الثانية من 1941 إلى 1945 بعد أن أخضع هتلر كل أوروبا لسيطرته أيضا التحذيرات الروسية من حرب شاملة مع الغرب وكبه إعلان رسمي من وزارة الدفاع بنشر أنظمة دفاع جوية فوق أسطح المباني وسط العاصمة موسكو إلى جانب منظمات صاروخية من طراز S-300 فوق أبنية تحيط بالكرملين قادرة على صد هجمات معادية باستخدام طائرات مسيرة أو حتى صواريخ مواجهة